السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة درسنا رقم 3 في دورة بلندر بالعربي للمبتدئين ان شاء الله النهاردة هنتعرف على كيفية اضافة العناصر ببلندر يعني ازاي بجيب العنصر وبدخله جوه برنامج بلندر علشان بعد كده اقدر ان انا اشتغل عليه اي حاجة كمان هنتعلم ازاي نحرك العنصر ده وازاي نعمله تكبير او تصغير وازاي نعمله عملية دوران اللي هي الروتيشن هنتعرف على كل ده النهاردة درسنا بسيط ولزيز وخفيف بس في نفس الوقت مهم فركزوا معايا طبعا اول ما بنفتح برنامج بلندر هنلاحظ 3 عناصر العنصر الاول الكيوب العنصر التاني اللايت العنصر التالت الكاميرا طب احنا ازاي بنجيب الحاجات دي هو ده السؤال يعني انا دلوقتي الكاميرا مثلا عملتلها دليت حزفتها يا اما من كلمة دليت بحزفها يا اما بضغط اكس وبعدين بختار دليت حزفت مثلا اللايت دليت حزفت الكيوب طيب العناصر دي ازاي ارجع مرة تانية ادخلها على برنامج بلندر علشان نعمل اضافة للعناصر فيه تقريبا طريقتين الطريقة الاولى اني بروح عند كلمة هنا اسمها ات بروح من هنا عند كلمة مش مش من هنا بقدر ان انا اضيف اي عنصر مكعب سلندر سفير دايرة من هنا بصوا بلين يعني بلين يعني ارض مسطحة كيوب سيركل يوفي سفير يعني دايرة اي كوسفير سلندر اللي هو الاسطوانة والكون الشكل المخروطي والتورس وكمان الجريد وشكل المونكي يعني دا بيكون شكل المونكي جاهز عندي ممكن ادخله على البرنامج كمان اقدر اجيب طبعا في حاجات تانية ممكن اجيب الكاميرا من هنا ممكن اجيب اللايت من هنا وفيه طبعا انواع ليه اللايت بس مش دلوقتي الوقت اللي احنا هنشرح موضوع اللايت والكاميرا اهم نقطة عندي ان انا نتعلم ازاي اضيف العناصر الاساسية او الاشكال الاساسية طبعا في عندنا حاجات تانية هنا كتير هنتعرف عليها ان شاء الله من خلال الدروس بس المهمة عندنا هي كلمة مش مش من هنا بنقدر اختار اي حاجة من هنا تمام دي اول طريقة تاني طريقة ممكن ان انا اضغط اختصار shift a shift a هتدينا نفس القيمة add واروح عند مش وبختار مثلا اخترت البلين هو ده البلين هنا جاء فيه دايما اي عنصر بختاره بيجي عند الكيرسور ده اسمه كيرسور يعني ايه كيرسور يعني النقطة اللي اي عنصر انا بضيفه للمشهد هو هيجي عند النقطة دي او هينزل في النقطة دي اسمها كيرسور طيب لو انا حابة اغير مكان الكيرسور يعني اودي في مكان اخر اه فبضغط shift right click shift وright click هنا غيرت مكانه مثلا انا حابة خلنيه هنا طيب انا عايزة اضيف عنصر قولنا shift a هروح مثلا اضيف كيوب بصوا نزل فين عند مكان الكيرسور يبقى الكيرسور هو اه نقطة الارتكاز اللي بينزل اي عنصر عليها طب انا عايزة اغير قولنا shift right click واروح اعمل shift a واضيف مثلا بلاء circle ممكن نضيفها بس اه هي مش دلوقتي موضوعنا لان دي لها حاجات اخرى اه علشان احاولها لشكل اه مدلق يعني شكل اه في اه الاوجه اللي انتو شايفينها دي فحاليا خلينا نحزفها فهنعمل shift a وهنروح عند اليوفي سفير الدايرة هعمل هنا shift right click وshift a عشان اضيف اه shift a عشان اضيف شكل وهروح اجيب مثلا في ايكوس سفير يا نفس السفير بس شكلاك انها فيها مضلعات او مسلسات اكتر شكل مسلسات اكتر وهنتعرف بعدين ان شاء الله اه في الجيومتري بتاع الاشكال اللي هي بيكون في منه تلات انواع ان شاء الله هنتعرف عليها ليه المسلس والمربعات والاشكال الخماسية وايه افضل شكل في اه المودلينج بيطلع الشغل بتاعك مصبوط بس مش موضوعنا دلوقتي هنروح shift a عشان نضيف بس الاول خلينا نغير مكان الكيرسور هنقول shift right click انا اضيف shift a مثلا هنضيف السلندر امتاز طيب اه التاني shift a هنغير بس مكان الكيرسور هنا و shift a وهضيف اللي هي الكون وكمان اه هنضيف هنا shift a هضيف اخر شكل عندي التورس او لا في اشكال تانية هنضيفها وهنا shift right click عشان نغير مكان الكيرسور وعمل shift a وهضيف اللي هو الغريد هو شبه من البلين بالضبط يعني هو شبه البلين فخلينا نحزيفه هنعمل هنا shift a هضيف المونكي شكل القر طب انا ضيفت حاليا اه الاشكال طيب مثلا او فرضا انا خدت الكيوب او مثلا انا حبه ارجع ده هنا في النص او لنقل هنا في مكان النص هو ده مكان النص فهنضغط ايه هنضغط على alt واحنا محددينه في الاول هضغط alt g فراح في منتصف العمل اللي هو بيسموه alt g بترجعه في المنتصف نعمل control z عشان نتراجع اه عن الخطوة دي يبقى انا بس عرفتكم انت لو عايزين ترجعوا مرة تانية في المركز فانتو بتضغطوا alt g طيب انا دلوقتي عملت اضافة للعناصر طيب هل ينفع اننا نضيف العناصر وخلاص كده انتهى الموضوع بالنسبة لنا يعني خلاص طبعا احنا مثلا حابين نحركها نغير اماكنها نعمل لها دوران يعني مثلا المونكي ده احنا حابين نخلي وشه لقدام مثلا حابين نكبر نصغر الحد طيب ازاي هنعمل الموضوع ده هنعمله بثلاث حاجات في حاجة اسمها اداء اسمها move واداء اسمها scale واداء اسمها rotation فين الادوات دي موجودة هنا ده اسمه التول لو ضغطنا على t بنخفيها لو ضغطنا على t بنرجعها تمام يعني فرضا لو انت بتشتغل حابب ان انت تخفي دي عشان بس تخلي مساحة العمل فضية هتضغط t شلتها والt رجعتها زي ال n هنا بالضبط هنا بصو n ده فتحناها n شلناها طيب هنروح هنا هي دي اسمها move هي دي اداة الموف اه دي اداة ال rotation اللي هي الدوران ودي اداة ال scale تمام اللي هي resize يعني انا بعمل ايه resize احنا اللي تهمنا اللي هي ال scale الاولانية طيب اه في لهم اختصارات اكيد طبعا في لهم اختصارات احنا طبعا مش لما بنيجي نشتغل بندروح هنا او نضغط هنا عشان نعمل rotation او ضغط هنا لأ ولا ما بروحش خالص عند قيمة التول دي خالص انا بستخدم الاختصارات ايه الاختصارات بالنسبة للموف اختصاره هو g اختصاره g فمثلا انا هنا ده العنصر ده g انا ضغط هنا على g تمام عملي الاسهم دي طبعا بالنسبة لي الناس اللي مسطبين بلندر اه لأول مرة مش هيظهر لهم الاسهم دي اللي هي بنحرك هنا على محور الواي هنا على محور الزد وهنا على محور الاكس مش هتظهر معاهم وكمان اه كان اه مثلا لو انا عايز احرك على الجي اعمل موف على محور الاكس كنا بنضغط جي اه عفوا محور الواي كنا بنضغط جي واي فبحركها هنا لكن انا بالادا دي عبارة عن ادونز انا اضفتها الى البرنامج هديها لكم ان شاء الله هحط لكم لينك التحميل بتاعها ادون فري مجانية بقدر عادي بدون ما اضغط اعمل جي واي او جي اكس عشان احركه في محور الاكس او جي زد عشان احركه في محور الزد انا خلاص بالاسهم انا بحركه في المحور اللي انا عايزة طب لو انا عايزة اعمل الفري موف يعني حركة حرة بروح هنا وبحركه بشكل حر يعني بدون مثلا انا عايزة انقله كده تمام او كده هنا يعيب اروح هنا عند الدايرة دي او من هنا وادر ان انا احركه بشكل حر الادا دي اسمها هنروح او ازاي نصطبها هنروح عند ادات و بريفرانس احنا قلنا اي حاجة احنا عايزين نصطبها حاجة اسمها ادونز هنروح عند ادونز تمام هنروح عشان نصطب اي ادونز في البرنامج وزي ما قلنا في خاصية رائعة في البلندر ان انا لو الادا دي مش حابب استخدمها بشيل علامة الشرك الصح من عليها ولو انا حابب استخدمها بحط الصح وبتفضل موجودة في البرنامج بس في الاسوقت بتخفف على الجهاز وعلى البرنامج بتخليه يشتغل بشكل اسرع فبروح لكلمة هنا انستول بضغط عليها انا طبعا شيلع الادونز هروح نفتح انتو هتكونوا عاملين فولدر اه تمام الفولدر بتسموه ادونز وتجمعوا في كل الادونز المهمة اهم نقطة عندي انه اه اه بتكون اه ملف مضغوط يعني دايما لما تنزل ادهالكو كدا ملف مضغوط وبتعملوها تمام بس بالنسبة لالادونز دي مش مضغوطة يعني هو غالبا او كل انواع الادونز بتكون كده ملفات مضغوطة مجرد انك بتعمل كده وتعمل انستول ادونز لكن بالنسبة للادونز دي هي مش ملف مضغوط هي بصيغة بي واي مجرد انك بتعمل عليها كده وتعمل انستول ادونز خلاص اتسطبت هنا طب احنا ازاي نجيبها طب هي مش ظهرة عندي اروح هنا اكتب اسمها اسمها ايه لازي اهي لازي فيو بورد تروحوا تعملوا عليها هنا مش هيكون عندكم معمول صح تعملوا عليها صح اوبجيكت لازي فيو بورد وان بوينت وان تمام وبكده خلاص انتوا سطبتوا الاداة دي اللي بتسهل عليكم عملية الموف حابة احرك هنا ده كده مثلا كده حابة احرك كده احركوا في المحور اللي انا عزا زي برنامج السينما فوردي يعني ها بتحولوا برنامج البلندر بدون ما تستخدم الاختصارات كأنه برنامج سينما فوردي تمام طبعا ان شاء الله في خلال الدورة دي هديكم مجموعة كبيرة من الادونز المتطورة والحديثة وفي حاجات مدفوعة ان شاء الله مني ليكم للناس اللي هتطبق معي ان شاء الله فمش خسارة فيكم طبعا وهنتعرف على حاجات هتسهل علينا الشغل في برنامج بلندر اه طيب يبقى هنا الموف قولنا اختصاره جيه طب انا لو حابة اعمل اغير مثلا مثلا هكبر ده فهروح اضغط اس اس يعني طبعا في الاول لا في بدون الاضافة دي كنا مثلا لو انا حابة اعمل اس اكبر في محور الاكس باعمل اس اكس لكن هنا بمنتهى البساطة انا بكبر على محور الاكس ومحور الواي ولو حابة هنا طبعا مفيش زد طبعا بالنسبة للبلين لان هو مسطح فبس محور الواي وكمان محور الده ولو حابين تكبروا في جميع الابعاد كده من هنا كده كبرنا على جميع المحاور خلاص تمام خلينا نكبرها بالشكل ده نصغر كده بس دي كده شوية تمام يبقى انا هنا دي سكيل خلاص هنا مثلا اه حابة اكبر من جميع الاتجاهات على جميع المحاور عشان يكون بشكل متساوي كده تمام هنا مثلا حابة بس اكبرها على محور الاكس كده تمام بس كونترول زد لا احنا الافضل نكبرها من جميع المحاور يبقى نروح هنا في الاتجاه ده او من هنا يبقى هنعمل كده ونكبرها شوية مثلا هنا نعمل موف الاول نعمل هنا موف اللي هو جي ونبدأ بس اطلعها شوية كده هنروح عند اختصار الورقة مون عشان اشوف من الفرونت اشوف فين الاماكن تمام عشان احطها على البلين البلين بالزبط كده تمام وهنا احطها على البلين اهو تمام وهنا دي بنزلها شوية كده خلاص على البلين موف اهي انا عايزكم طبعا هو ده التطبيق اللي انتو تعملوا ان انتو هتجيبوا الاشكال دي وهتضفوها وهتبدأوا تحركوها وتزبطوها تكبروا تصغروا هو ده التطبيق اللي انتو هتنزلوه ان شاء الله في جروب سارة دي زينار تمام بس كده كده انا نروح عند سري اللي هو هيديني من شكل الرايت عشان اشوف بصوا بقا هنا تمام بس ان هما الاشكال متدخلة مع بعض تمام خلينا نجيب كده تمام لو احنا حابين نشوفو من 7 اللي هي من فوق علشان نشوف الاشكال مش هنلاقي ان هما على نفس محور الواي تمام فهنروح نجيبو كده طبعا لو احنا حابين من هنا من الان حابين احنا نزبط الواي بتاعنا نخليها عند الزيرو زيرو كده تمام قط دي كمان الواي بتاعها عند الزيرو نشوف كده تمام عشان يبقوا على نفس الخط ودي هنزبطه على الزيرو ودي كمان هنزبطه على الزيرو ودي كمان هنزبطه على الزيرو وهنا الكيوب هنزبطه على الزيرو تمام تمام حلو جدا وهنا دي على الزيرو كده انا زبطتهم كلهم في نفس الخط هو خط الواي هو نفس الخط بس نعملهم كده. هو ده التسك بتاعكم من انتم تضيفه وترتبه. تمام? اتمنى يكون الشرح واضح بالنسبة ليكم. كده. تمام? بس رتبنا نرجع مرة تانية او بالميدل كليك. رجعنا مرة تانية للبرسبكتب بتاعنا. تمام? اهو. نبدأ نتحرك. بصوا. محطوطين كلهم على نفس خط الواي. لان انا زبط ان الواي كله عند الصفر. تمام? تمام جدا. يبقى هما كده اه مزبوطين لسكيلات بتاعتهم. تمام. طب فرضا احنا حابين نعمل روتاشن اه للشكل. فالاختصار بتاعه هو ار. فكمان زمان او في البلندر بدون تصطيب الادا دي هنقول لما حابب ان انا عمل روتاشن على محور الاكس هقول ار اكس. على محور الزد ار زد. على المحور الواي ار واي. لكن هنا خلاص بمنتهى البساطة كده انا عملت هنا. حرك كده انا احنا قلنا بنتحرك بايه بي? اما بالميدل ماوس بضغط عليها وبعمل روتاشن حوالين الفيو بورت او بي الالت وي آآ ليفت كليك. تمام? عشان نتحرك ونبدأ نزبط الدنيا معنا كده. مسلا احنا حابين هي تكون بالشكل ده. تمام? يبقى ده عملنا له روتاشن. مسلا هنا ده حابين نعمله روتاشن على محور الواي يقلب كده. طيب عشان نجيبها بالضبط بزاوية التسعين هنروح فين الروتاشن عندنا هنا في الايتمز قلنا من الان عند كلمة ايتمز هنا الترانسفورم بتاعنا. كمان في اداة هنا كمان هي ترانسفورم آآ بس طبعا مش بنستخدمها نهائيا هي بتجيب لك جميع المحاور اللي هو الجي والاس والآر بس لي مش هنستخدمها نهائيا. فاحنا خلينا دلوقتي في الروتاشن. ممكن اضبط الروتاشن من هنا بس ممكن مطلعش دقيق معي. بس ممكن اجي هنا في الروتاشن من هنا عند محور الواي. تمام? وانا بعمل آآ الروتاشن بتاعي. هنا بعمل الروتاشن. فانا ممكن ما اضبطهوش بالضبط تمام? فهروح هنا الروتاشن هي بالماينس هقول ماينس تسعين. فبالضبط انا عملتها بزاوية تسعين. عايزكم تعملوا التطبيقات دي والروتاشن اللي انا عملته. والسكيل اللي انا عملته. مش شرط بنفس القيم. هنعمل هنا سكيل او عفوا جي عشان اعمل موف بس احركها شوية كده. تمام? يبقى انا كده عملت عملية اضافة وعملت عملية موف باختصارها جي وعملت عملية سكيل وعملت عملية روتاشن وزبطت العناصر آآ في المشهد بتاعي. يبقى احنا كده طب فرضا انا حابة اختار اكتر من عنصر عشان احركوا فبعمل ايه بختار العنصر بالآآ بعدين بعمل شفت عشان اختار عنصر ثاني بعدين شفت بعدين شفت بعدين شفت. هتلاحظوا ايه? مثلا اخترت العناصر دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. خمس عناصر. طيب هتلاحظوا ايه? هتلاحظوا ان العنصر لما بختاره خلاني نرجع من الاول هنا. في اول ما بختاره بيكون لونه ايه? برتقاني. او نقول مثلا اصفر او نقول برتقاني. تمام? لما باجي اعمل شفته واختار العنصر الثاني. يتحول لون البرتقاني من العنصر دا للعنصر دا ويتحول دا لللون الاحمر. ضغطت هنا. يبقى دا اخد اللون البرتقاني ودخد اللون الاحمر. هنا اخد البرتقاني والبقين خدوا الاحمر ونضغط على البرتقاني دخد البرتقاني والباقي تحاول لون الاحمر ايه معنى الكلام ده معناه ان العنصر ده هو العنصر الاكتف النشط طبعا ده مش يعني هو طبعا هيتحركوا اكيد لو حركناهم على محور الو مثلا الزد رفعناهم اتحركوا مع بعض تمام كنترل زد عشان نتراجع بس اه فايدته ده بعدين هنفهمه في عملية الربط بيسموها البرانت ان انا نربط العناصر دي بالعنصر ده ويكون العنصر ده هو العنصر الاكتف اللي بحرك يعني بدل ما عد اكون محددة كل العناصر دي وعشان احركها لا هيكون العنصر ده اللي هو الاكتف ده هو لو حركته هتتحرك بقية العناصر معاه ده ان شاء الله هنتعرف عليه في الدروس اللي جاية بس انا حبيت يعني اديكم فكرة بسيطة اه عنها طب لو انا حبيت احدد كل الاشكال دي بعمل اختصار A A بيحدد لي كل حاجة اصلا في المشهد ولاحظته ان اللون الورنج عند مين عند السيلندر طيب لو انا حابة اشيل حاجة من التحديد بالشفت واضغط عفوا احول الاكتف مش اشيل احول الاكتف يعني مثلا هو كان الاكتف عامله هنا طب انا حابة خلي هو ده الاكتف يعني هو ده العنصر النشط اللي انا احرك بقية العناصر من خلاله شفت واضغط عليها ولو عملنا شفت مرة تانية وضغطنا بيروح التحديد يبقى شفت حددتها وخلتها اكتف لو وانا لسه ضغط على شفت عملت كليك تانية اهو هنا في دي راح التحديد بتاعي فهمتوا الفكرة طيب يبقى انا مرة تانية عملت ايه حددت كل العناصر وهو مخليلي ان العنصر الاكتف هو المانكي جميل جدا طيب انا مش عايزة المانكي انا عايزة مثلا السلندر هاكون وانا ضغط على الشفت واضغط على السلندر تحول العنصر الاكتف على السلندر طيب انا حابة اشيل السلندر من التحديد كمان وانا شفت ارجع اضغط عليه مرة تانية بيروح التحديد من عليه وخلاص كده اه اه ما بقاش التحديد على العنصر ده تمام؟ وما بقاش فيه عنصر اكتف في التحديد طيب مثلا انا حددت دي مع دي شفت ودي جيت مثلا حابة الغي اه التحديد بيعان اضغط على شفت كده حول لي الاكتف من هنا الهنا ضغطت مرة تانية وانا ضغط على شفت يبقى انا كده شلت الاكتفيشن من هنا وكمان شلت التحديد من عليها يبقى انا معايا دي ودي بس المتحددين معايا في الشغل تمام؟ ممتاز كده تمام يبقى انا كده ضبطت الدنيا بتاعتي اتعرفت على ازاي باضيف العناصر ازاي بحركها ازاي بكبرها وصغرها وازاي بعمل لها دوران ويتعرفنا على ويفايدتها ان انا من هنا ممكن اغير يعني الموف زي ما قلنا ممكن من هنا ممكن بالجي وممكن كمان اعمل الموفنج اغيره من هنا يعني مثلا انا محددة الكيوب حب اغيره على محور ال اكس بدل ما امن هنا ممكن اغيره من هنا مثلا كونترول زد لو انا في قيمة معينة حب احركه بيها فبحركه من الاتجاه هنا ممكن اعمله روتيشن من هنا ممكن اعمله سكيلينج من هنا ايه فرق بين سكيل وبين دايمنشنز؟ دايمنشنز يعني الابعاد يعني البعد المقاسات مقاسات الشكل يعني مثلا انا عندي مثلا الكيوب ده ايه مقاساته انه على الاكس الاكس اللي هو العرض بتاعه كام مترين والواي اللي هو اللي هو الاتجاه التاني اللي هو ده اتجاه الواي تمام؟ العمق بتاعه كام اه اتنين متر وانه الزد اللي هو الارتفاع كام اتنين متر يبقى هيا دي الدايمنشنز والابعاد لو احنا مثلا بنعمل نمذجة لشكل في الطبيعة يعني مثلا زي النجارين او المهندسين وبيعملوا بابعاد حقيقية كرسي مبناء ففيه ابعاد معينة وسنا عايز الكرسي مثلا متر طول متر في عرض مثلا مترين في عمقى مثلا نص متر وهكذا فمن هنا الدايمينشن بيفدني في كده اما بالنسبة ليه الاسكيل لما بيكون على رقم واحد يبقى الابعاد دي المترين هي بابعاد رقم واحد طب لو انا مثلا خليت الاسكيلينج طبعا بعمل بضغط كده يعني كده من فوق من فوق كده وهنا في النص وبسحب لتحت عشان احدد كله وغير القيم مرة واحدة فلو مثلا انا مش حبقى مواحدة الاسكيل انا حبقى مثلا خمس مرات 5 معناته ايه يبقى ضرب لك رقم اتنين في خمسة يعني اتكبر الشكل خمس مرات فهمته فكرة يعني فهمته الفرق بين الاسكيل والديمينشن فبقى عشرة متر لان انا ضربت الاتنين متر اللي هي الديمينشن البعد الاصلي للشكل ضربته في رقم خمسة الاسكيلينج يعني هو كانه تكبر خمس مرات فبقى عرضه وعمقه وارتفاعه وعشرة متر فهمته الفكرة وفهمته الفرق ما بين الاسكيل وبين الديمينشن وان شاء الله بعدين هنتعرف على شوية تفاصيل في الموضوع ما بين الديمينشن والاسكيل وان انت لازم لما تغير ابعاد شكل او تغير في اسكيل لاي عنصر قبل ما تعمله عملية موديلينج او قبل ما تبدأ تشتغل عليه لازم تعمل حاجة اسمها ان انت بترجعه للتصفير يعني بترجعه للرقم واحد هو ده الصفر بتاعه وهو واحد 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 طبعا ده هنتعرف عليه بعدين مش وقته دلوقتي تمام تمام طيب يبقى احنا التصك بتاعنا مجرد ان احنا هندخل العناصر هتدخلوها زي ما انا دخلتها وهترتبوها بنفس الطريقة وتعملوا الموف وتعملوا 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 الروتيشن مش شرط بنفسها بالملي كل واحد بطريقته بس انا حباهم يكونوا على نفس الصف ده باي حجم كان طيب وتعملولي طبعا عشان المشروع بعد ما بتخلصوه بتروحوا هنا عند فايل وبتروحوا هنا عند سيف او سيف اس لاول مرة وتحطوا مثلا انا فين عايزة احط الملف مسلا احطوا هنا تمام وهكتب عليه مثلا تكتبواiencies وهكتبواVoice Task1 وتعملوا Save As طيب ازاي تطلعو للشغل ده كصورة عشان انا اشوف شغ Mats واشوف انتم عملتم ايه. طبعا احنا هنروح الاول الكاميرا. قلنا اللي هي الزيرو. هي الكاميرا. عشان تبدأوا تطلعوا للشغل ده كصورة. وانا ابدأ اشوفها. طبعا هنروح هنالكاميرا. طبعا احنا حزفنا الكاميرا فلازم نرجعها. اي زي ما قلنا. وهنجيب كاميرا من هنا. هنروح هنا هنضغط على الزيرو. عشان اجيب شكل الكاميرا. وقلنا عشان نبدأ نتحرك جوة الكاميرا. من ونعمل صحة على الكاميرا. من هنا. وابدأ بقى اتحرك عشان اه تجيبوا ايه ترجعوا بالسكرول لكده. تمام? والشفت اه ليفت كليك عشان نبدأ نمشي مين او شمال. وكده نزوم. خلاص. تمام حلو قوي. تمام كده انا رندرت. طبعا اعدادات الرندر مش دلوقتي مش هنشرحها في الدرس ده. بس من هنا الرندر شايفين العلامة التلفزيون دي. ده اسمها رندر. احنا عندنا نوعين رندر. اه اي بي. والسايكل. احنا توقتي مسلا ممكن ترندرولي كبداية. هنفهم الفرق ان شاء الله في الدرس اللي جاي ما بنده وما بنده. ممكن كبداية رندرولي بهنا. ملكوش اي دعوة بالاعدادات اللي هنا. بس كده وتروحوا من عند رندر و رندر رندر امج او اف اتناشر. وتعملولي كده. طبعا مفيش اضاءة. تمام? فلازم نرجع نعمل لايت. لايت سورس. لايت سورس. نعمل زيرو من هنا. نطلع من الكاميرا. لايت سورس كمان. شفت اي زي ما قلنا لايت من هنا. حطولي بوينت مسلا. تمام? كده. واعمل بالموف اللي هو الجي نفسها نفس اللي هي اي عنصر اخر. نشوف بالكاميرا بالزيرو. تمام? روح عند رندر من هنا. طبعا ده هنشرحه ان شاء الله في الدرس اللي جاي بساندراتي بشكل مختصر. هنا على الدايرة اللي هنا دي رندر. تمام? ده اللي انا بشوفه في الرندر. تمام? هنا هي دي الاضاءة بتاعتي. نطلع من الكاميرا. نروح نشوف كده بس نزبط الاضاءة. تروحوا تجبولي الاضاءة كده. اضاءة ضعيفة جدا. بتروحوا تكبروها شوية. عشان تجيب معانا. تمام? بالموف اللي هي الجي. طيب. عشان نغير اعدادات طبعا هنتعرف عليها بانطهر التفاصيل بس دلوقتي بشكل عام يعني. هروح هنا عند علامة دي. هنا الضعيفة هخليها مثلا الف واط. بصوا بداءة الاضاءة تبقى واضحة معي. تمام? وترفعوها بالشكل ده كده. تشوفو. تمام? حلو جدا. وده الضل بتاعها. ممكن نعمل اكتر من مصدر اضاءة. ممكن نعمل واحدة هنا. خلاص? وعشان اعمل دبليكيت شفت دي. بعمل نسخة تانية من اللايت. يبقى شفت دي عشان اعمل نسخة تانية. ما انا عملت نسخة هنا. تمام? ونسخة هنا. يميل جدا. هنروح عند الكاميرا. تمام المشهد كده بقى ممتاز. ده انا بشكل مبدئي يعني. انا بشرح. كده خلينا نجيب دي كده الاضاءة كده. تمام? خلاص? وتروحوا على طول اف اتناشر عشان تعملوا لي رندر. خلاص? وكده وهي هتعمل رندر رندرينج وهتروح عشان تسيفوا ايمج. وهتعملوا لي من هنا سيف او سيف از. اه الافضل سيف از عشان تبدأوا تزبطوا الاعدادات. هتخلوها ار جي بي اي عشان يكون فيها الفة. وهتخلوها الستاشر عشان الدقة تكون عالية. وتعملوا تحطوها في المكان اللي انتو حابين تحطها وتعملوها سيف ايمج. وتنزلوها في جروب سارة ديزينر للتصحيح ان شاء الله. ده كده شرحنا بشكل بسيط. ان شاء الله هنتعمق في الرندر وهنتعمق في اللايت وهنتعمق في الكاميرا في الدروس اللي جاية ان شاء الله. اتمنى يكون الدرس خفيف ولزيز عليكم. واتمنى انتو تطبقوا وتنزلوا في جروب سارة ديزينر عشان اشوف مدى استيعابكم للمعلومة. طبعا زي ما قلنا الناس اللي هتطبق معي كل الدروس هيكون لهم خصم خمسين في المية على اي كورس بلندر بعد كده ينزل سواء مستوى متوسط او مستوى متقدم. سبحانك الله وحمدك اشهد ان لا اله الا انت سافرك واتوب اليك.